المراكز والسناتر واللي حذر منها عدة مرات دكتور طرق شوقي وزير التربية والتعليم المشهد اللي بتشوفوه مشهد مؤسف سات الوزير اولا مساء الخير على حضرتك نساء النور اهلا بيك يا احمد بي اهلا وسهلا بدأت السناتر او الدروس الخصوصية في اماكن حتى لا تليق واماكن بشعة وعدات كبيرة جدا سات الوزير بترجع هذا الامر الايه اه والله استاذ احمد احنا تكلمنا في ذا كتير وبستغرب ان الناس كثير بعض الناس يعني يلومون على الدروس وانه تطوير التعليم فين بقى لما الدروس بتروح كما لو كان احنا اللي بنبعث الولاد الدروس الدروس الناس بتروح لها باختيارها مش لان ما فيش تعليم لأ التعليم المصري النهاردة بيوفر اكثر بكثير من التعليم اللي انا وحادثة قدنا احنا كان على ايامنا في كتاب المدرسة كتاب الحكومة والصبورة والمعلم اه دلوقتي احنا عندنا في المدارس شاشات الكترونية وعندنا انترنت وعندنا بنية تحتية وعندنا مصادر من اول قنوات تليفزيون لقنوات مراجعة لبس مباشر لمنصة ادارة التعلم جميع اشكال المواد العلمية المترجعة المؤسطقة من الوزارة عشان نساعد كل الاطفال الغاني والفقير واللي عنده انترنت واللي ما عندوش انه ما يحتاجش يروح لأي حتة تاني وطالبين حضور كامل وحضور وغيابة المدارس وتواجد لاستاذ المعلمين اللي نالوا التطعيم علشان تبقى في خدمة تعليمية على ارض المدرسة ونريح الناس من تكاليف الدروس وياخدوا تعليم افضل وهو مربط الفرص احنا عاوزين نعلمهم بطريقة جديدة لا تتاح لهم بساناتك فانا بس عاوز اقولهم يعني ازدهاب للسنتر بيكلفك خلوص وما فيش اي ضمانة لتعلم الاولاد فيش اي جراءات احترازية مفيش اي رخصة يحملها من يدرس في السنتر وكثير منهم ليسوا معلمين في المقام الاول وليسوا عندهم مؤهلات تربوية وبالتالي ممكن اللي بيدرس ده يكون رجل في معمل كيميا قرر يدرس كيميا راجل معاه خريج تجارة مش مؤهل مش واحد مؤهل يعني لا خالص مالوش اي علاقة بنظام التقييم في المرحلة السنوية اللي احنا عانيش قلفي الولاد والسنة اللي فاتت قد تكون عبرة ودرس قيم جدا الناس اللي استمعت الينا وما راحتش دروس وراحوا درسوا من المنصات دي هما اللي طلعوا الاوائل والناس اللي كانوا عندهم الاعتقاد بانهما متفوقين مما يأتي ليهم من المدرسين بتوى السناتر ليتجارة كبيرة جدا وهدفها الاساسي هو اجواء اولياء الامور واقنعهم ان مصلحة الولاد من الولاد تروح لهم نعم فالحقيقة انا بكرر يا جماعة ده اهدار للمال والجهد وصحة الولاد وتعلمهم ومش هيتعلموا لا مش هيتعلموا وهو ده الاساس ومش هياخدوا الدرجات زي الزمان كمان بكام الحصة ست الوزير في السناتر دي بكام لا والله انا مش خبير في هذا ولكن طبعا تتروح اسعار كتيرة جدا وتكلفة كبيرة الغريب يا استاذ احمد ان احنا بنسأل ليلة نهار من كثير من الناس هتودوا الولاد المدرسة طبو كسافة طبو كورونا رغم ان احنا الدولة وفرت تلاتة مليون جرعة لستاذ المعلمين مجانا ونصرف مئات الملايين للاجراءات الاحترازية في المدارس وبنوفر كل ده برضو مجانا ومع ذلك مش خايفين انهم يروحوا السناتر في وجود كورونا بس خايفين نروح المدرسة اللي هي الدولة مهتمة بها وحط عينها عليها اللي هنقدم فيها الترازية المدرسية الجديدة اللي السيد الرئيس تكلم عليها يعني ده يؤكد ان المسألة بقى فيها يعني ابعاد اجتماعية اخرى محتاجة دراسة مدراسة من ناس متخصصة لماذا نفعل ذلك وليه الاسرة المصرية اللي بتودي ولادها المدارس يعني كما لو كان قد تواجبها تجاه ولادها انا بقول لهم يا جماعة انتم ازيتوا الولاد ما قد توش واجبكم نعم كده يعني بيحصلوا على درجات خادعة ما بيتعلموش وبيعانوا بعد كده في بقية حياتهم فيها يا ريت يعني نستفيد مما قدمته الدولة ونوفر الجفلوس دي سيادة الوزير